سلام المسيح مشاهدي قناة الحياة وأهلا ومرحبا بيكم في حلقة جديدة من برنامجكم المرأة المسلمة ومرة تانية أرحب بضيفي الكاتب والناشط الحقوقي الأستاذ الشيخ محمد المخيطير مرحبا بيك وبشكرك على كرمك أنك تكون معنا هذا الأسبوع أيضا لأنه الحقيقة القصة طويلة والمهمة لم تنتهي بعد وإحنا النهاردة هنتكلم عن الخطوات اللي حضرتك بتتخذها الآن واللي بتقوم بيها للعمل في إتمام هذه المهمة أو السعي في إتمامها اللي انت دعيت لها خليني أرحب بيك مرة تانية وأشكرك على حضورك معنا مرحبا بيكم وشكرا لكم أنتم كمان وشكرا على إتاح هذه الفرصة مرة ثانية لإكمال الحوار والنقاش والكلام اللي بدأ في الأسبوع الماضي وأنا شاكر لكم وشاكر لقناة الحياة لأنها من برد في رأي فترة قلة فيها نظيرها من المنابر خصوصا بالنسبة لأصحاب الأفكار التنويرية والأفكار التقدمية والأفكار التي تقف أمام المد والام الإسلامي وأشكركم على إتاح هذه الفرصة مرة أخرى وشكرا جزيلا لكم مرحبا بيك نحنا بنشكرك على رسالتك المهمة جدا مشاهدينا حلقة النهاردة بعنوان تنويريين بلا حدود في الحلقة رقم 479 اللي هي الحلقة اللي فاتت قدمنا بداية رحلة الأستاذ الشيخ وقصة نضاله الحقيقة تحدث عنها العالم وهو في موريتانيا عندما كتب مقال بعنوان الدين والتدين والمعلمين وفيه تحدث عن النظام الطبقي في موريتانيا ومسألة العبودية وارتباط كل ذلك بالدين ارتباط مباشر بالدين وليس المتدينين يعني راحل الأصل يعني أعطى مثال محمد والصحابة وأثرهم السام لأي مجتمع ما زال يمارس هذه التعليم والأفكار الظلمية وكانت النتيجة طبعا حكم بالإعدام وثورة وإلا رسول الله في شوارع موريتانيا ونداء العوام والشيوخ وحتى من كان يدافع عنهم الشيخ محمد في مقاله ابتدوا ينادوا بإعدامه انتقاما لرسول الإسلام أنا بشجعكم حقف عند الجزء ده وشجعكم انكم تعودوا لمشاهدة الحلقة رقم 479 اللي كانت عنوانها المهمة لم تنتهي بعد وعنوان النهار ده بقى هو تنويريون بلا حدود والعنوان ده أنا أخدته من عنوان منظمة حضرتك أسستها ومعاك باقة من التنويريين والمنادين بالحرية والحرية بكل معانيها وأنا شايفة أن اسم المنظمة يحمل في معناه استمرارية المهمة اللي على قلبك حتى بعد الإرهاب اللي انت تعرضت له والسبع سنين الجحاف اللي مريت بيهم في السجن لكن كان هناك نتيجة إصرار أكتر على فكرة الإصلاح والتنوير واستخدام العقل وقول الحقيقة خلينا نتكلم الأول عن بعض أهداف هذه المنظمة وفكرة التنوير الواضحة في الإسم بتاع المنظمة ويعني قبل ما تبتدي تشرح لنا الموضوع ده أنا عايز أركز شوية على فكرة التنوير لأنه معرفش تتفق معايا ولا لأ أنه فكرة التنوير هي فكرة مرعبة للعقل العربي الإسلامي لأنها في الزهن الإسلامي تحمل معاني ومراضفات عجيبة جدا يعني يقولك الناس بتوع التنوير دول عايزين يخرجوا عن الدين أو هم زنادقة أو أنهم يقودوا الناس لاستخدام العقل وده خارج عن أو ده اللي يؤدي بهم إلى التهلكة ويبتدوا يبصوا للناس اللي بتكلموا عن التنوير في الإعلام النهارده ويسموهم بقى بنفس التسميات ده المارق الزنديق وهكذا مش بس الكلام ولكن رأينا أنهم قتلوا أيضا لأنه فكرة التنوير دخول النور في فكر إنسان غير مقبول إسلامي خليك يعني يريد تعالق لنا على الحتة دي وبعدين نتكلم في فكرة التنوير نفسها ومعناها بشكل أفضل شكرا لكم شكرا على هذه المقدمة وكما قلتم طبعا فكرة التنوير تلاقي الكثير من الكثير من النقد وليس النقد لو كان نقدا لكان مسألة مقبولة وإنما هو الهجوم الغير مضرر ضد كل ما هو التنويري والمسألة يعني واضحة لنا أسبابها ودوافعها لأن هذا المجتمع الذي نحن نتكلم عنه والمجتمع الذي ندافع عنه في شمال إبراقيا وفي شرق الأوسط هو مجتمع يعيش في ظلام دامس هذا الظلام الدامس تقود مجموعة من رجال الدين الإسلاميين المستفيدين من هذه حالة الظلام الفكري الذي يعيش المجتمع وليس مستفيدين فقط وإنما هم أيضا يعني تعشش فيهم أفكار شيطانية ينحصح التعبير على الرضم من عدم إيماني بالشيطان أصلا إلا أن المسألة لا يوجد لها وصف ضير هذه المسألة ضير هذا اللفظ يعني أفكار شريرة أفكار مبنية على أسس بتينة من الكراهية من البوض من البوضاء يعني فكر بشكل عام فكر منبثق من الظلام أصلا هذا الفكر لا يوجد أي تحليل سوى أن نقول أنه فكر قادم من الظلام لا أكثر من هذا ولا أقل وطبيعي أن الذي يعيش في ظلام أو الذي يجد راحته في ظلام والجاهد والفقر والأمية والتخلف سيكون عدوا لتنوير بجميع أشكاله وبكل أنواعه يعني يمكن فكرة الظلام محددك تترحها كده الإنسان العيش في الظلمة لا يرى ما حوله ولا يرى من حوله أيضا يعني لا يرى المشاكل ولا يرى الناس أيضا هو لا يرى المشاكل ولا يرى الناس وفكرة أنه لا يرى الناس هي فكرة بلضة جدا لأنك ترين هؤلاء الأشخاص المتشبعين بهذا الفكر يعني يرفسون كل ما حولهم يعني كأنه الواحد العيش في ظلام لا يرى ما حوله يعني ترين الطريقة الهمجية التي يقتلون بها البشر ترين الطريقة الهمجية التي يقودون بها مظاهراتهم يعني هو إنسان عايش في ظلام لا يشعر بما حوله يعني كأنه منعزل فكرية منعزل عن الإنسانية منعزل عن القيم منعزل عن الأخلاق منعزل عن المبادئ ويعيش يعني يرفص في كل ما حوله يعني وهذه وجودهم في ظلام ولا يرون ما حولهم هي يعني التعبير بليغ جداً أمام الحالة التي يهم فيها خلينا هارجع لبردو تعبير حدثك قلته أنه مجموعة من الشيوخ مجموعة من القادة الدينيين فليكن لو قلنا أنه هؤلاء هم المسيطرين على الظلامية مقابل فكرة التنوير النهار ده ولكن يعني الحياة في الفترة اللي فاتت أنا كنت مشغولة برحلة الإخوان المسلمين وحسن البنة بالتحديد نجد أنه في الفترة اللي كان فيها حسن البنة موجود كان هناك أيضاً طه حسين والعقاد والحكيم ويعني وكل من أتى في هذا الوقت من الناس اللي كان عندهم صالونات فكرية وثقافية وتنويرية والفلسفة كان لها مجال كبير في هذا الوقت لكن دائماً ما نجد أنه يأتي أمثال حسن البنة وسيد قطب والناس دي ويدخلوا بظلامية فكر مرة أخرى يعني الناس تبتدي الدنيا تنور عندها يروحوا يرجعوا تاني يقولك لا 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 خش في الظلمة حسن يعني أنت كده رايح للتهلكة فده عصر وعصرنا النهاردة عصر آخر يواجه نفس المشاكل لكن يعني المشكلة مش في الشيوخ بتوع النهاردة المشكلة في الإسلام نفسه في الفكر نفسه صح صحيح تماماً مشكلة ما هيش مشكلة شيوخ بقدر ما هي مشكلة الإسلام اللي هم والعقيدة اللي هم مؤمنين بها بشكل عام لأنه وأود للمثال اللي قدمتم في قطيب فترة حسن البنة والفترة اللي ظهر بها طه حسين وظيره من قادة التنوير عاد هؤلاء الأشخاص يعني حسن البنة واستطاعوا أن يهيمنوا واستطاعوا أن يسيطروا نظراً لأن يعني الإمكانيات غير 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 متكافئة نهائياً والمجتمع آنذاك يعيش في جهل وليست هناك وسيلة مستقلة للمعرفة كانت المعرفة هي يعني معرفة مؤمنة يعني ولا توجد وسيلة وسيلة مستقلة للمعرفة أما في عصرنا الحالي فإن سنوات العشر الأخيرة مثلاً شهدت قفزة نوعية لأن وسائل المعرفة لم تعد محتقرة مصادر المعرفة لم تكن محتقرة وسائل التواصل الاجتماعي وثورة الإنترنت التي حصلت في البترة الأخيرة كشفت أوراك كثير مما كان يخبئه هؤلاء الأشخاص عن هذا الدين وعن هذه الأمجية التي يطوي عليها وبالتالي فإن القضية أنا من الأشخاص الذين يقولون بأن الإسلام يعيش أزمة حالياً يعني وأكثر ما يمكن وصفه أنه يردس رقصة تديك المذبوح لأنه لم يعود هناك المجال للتراجع الوعي أنا أعتقد أن الوعي في مجتمعاتنا وصل لنقطة اللاعودة العودة التي عادة من خلالها الإخبار المسلمين في الأشرينات واستطاعوا أن يعودوا من جديد العودة التي عادة قبلها قبلها تيارات من قبلهم وتيارات من بعدهم لم تعود وروفها متاحة إحنا الآن أصبحنا في مرحلة اللاعودة وأعتقد أن النص والتنوير هو ليس إلا صبر ساعاتي أنا موافقة معك جداً سألني أحد الأشخاص هل تعتقدي أنه الإسلام انتهى فأنا قلت أنه أنا أعتقد أن الإسلام انتهى إنسانياً فعلاً الإنسان اللي بيستخدم عقله الإسلام منتهي بالنسبة له لكن يعني كنت بفكر في رحلة أيضاً الإخوان المسلمين وقلت إزاي هم ابتدوا وإزاي انتشروا في عدة سنين قليلة وعانت مصر والعالم العربي من التخلص منهم والعالم لحد الآن بيعاني للتخلص منهم لكن في هذا العصر كانت المعاناة أكبر وأطول وأكثر ألماً في عصرنا الحالي لأن الإسلام والفكر الإسلامي المظلم مش لأنه الإخوان لا هو الإسلام في الإخوان يواجه مجتمع واعي إلى حد كبير ويستخدم العقل إلى حد كبير فكان يعني أفول نجمهم أسرع كثيراً في هذا العصر فأعتقد أنه مع استخدام العقل الأمر ده بيسرع شوي صحيح تماماً مع استخدام العقل ومع توحيد القوى التقدمية والقوى التنويرية قوى الداعية للمحبة الداعية للسلام الداعية للتعايش السلمي بين مختلف مختلف ناس بعض النظر عن إلوانهم وعن جنسياتهم عن جنسهم توحيدهم في هذا الإطار وتوحيد شهودهم سيسرع هي العملية قادمة لا محالة في رأيه لكن لكي نسرعها نحتاج إلى توحيد الكثير من الشهود طيب أنتم مثل يعني أنت والجماعة التي تعمل معها من الإخوة اللي بيحربوا من أجل استخدام الإنسان لحرية وعقله وفكره وحياته بصورة شخصية مناسبة أنتم مثل للشجاعة لاستخدام العقل لأنكم عاملون مش قاصرين عن العمل ومش قاصرين فكريا وفي الإمكانيات والحقيقة أنه ده مخالف تماما للاتجاه الإسلامي في التعامل مع الحياة كنت ببحث عن المعنى الأكتر يعني المعنى الصغير أو القصير لفكرة التنوير فالشعار بتاع التنوير بيقول فلتكن لديك الشجاعة لاستخدام عقلك الخاص ودي من أكتر الأمور اللي يحاربها الإسلام والفكر المتشدد وشيوخ اليوم وقادة اليوم في العالم الإسلامي فأولا أنا بحييك على هذه الشجاعة وعايزة أدخل في الأدوات اللي أنتو بتستخدموها وأهداف هذه المنظمة لتكون مثل لأشخاص آخرين بيفكروا يخرجوا عن دائرة الكسل والجبن والخوف ويتقدموا في فكرة التقدم الإنساني ومساعدة الغير وحرية الرأي وحرية الدين وحرية الاختيار وهكذا لو تشارك معنا بعض أهداف هذه المنظمة أهداف هذه المنظمة بشكل مختصر تتمثل في الدفاع عن حقوق الإنسان وعن الحريات الغردية بشكل عام وهذه الحريات الغردية أساسه حريت المعتقد لأن نعتقد أن لا حريات داخل بجتمعات شمال إبريقيا والشرق الأوسط بدون يعني تكريس مبادئ حريت المعتقد وحريت اختيار الدين أو حريت اختيار لا تدين على أيضا هذه حرية أخرى يجب أن ندابع عنها لماذا تعتقد أن الإسلام رفض حرية اختيار المعتقد أو تغيير المعتقد دائما حينما يسألني أحد عن هذا السؤال استحضر تصريح قدمه يوسف القرضاوي على قناة الجزيرة في مرة ماضية حيث قال وهو موجود على اليوتيوب الآن حيث قال بأنه لو لا سيث الرد لكان الإسلام انتهى في القرن الأول وبالتالي فإن حرية المعتقد هؤلاء يعلمون أنه الخروج من الإسلام رفض الدين رفض كل هذه المسائل التي جاء بها الدين لا تتطلب سوى تفكير ساعة واحدة من إنسان حر ومستقل وعاق وظهرت حسب الرواية الإسلامية والتراث الإسلامي والكتب التي وصلت من الإسلام أن أشخاص عديدين جدا جدا يعني لاحظوا بسهول بسهول بسهولة تامة أن الفكرة أو الفكرة التي اندمجوا فيه لم يكن سوى يعني محاولة شخصية أو قضية سياسية بحثة لا علاقة لها بالدين ولا علاقة لها بالإله وخرجوا من الدين الجانب هذه المسائل أنا أعتقد أنها أعطت إشارة إلى المسلمين آنذاك أنفسهم بأن القضية مكشوفة تماما ولازم يتم تقييد العقل ويتم تقييد الحريات الفردية ويتم تقييد حرية المعتقد لكي تستبر هذه الفكرة لأنها فكرة لا تنافس نهائيا إذا كان لا طرحت على نيزان العقل والمنطق والأخلاق وعليه فإن الدفاع فإن استماتة هؤلاء على محاربة حرية المعتقد وإجبار الناس على البقاء داخل هذا الدين وصبا عنهم يعني هي نوع من هي الوسيلة الوحيدة للبقاء لا توجد أي وسيلة أخرى لأن قضية الذهاب إلى المنابر قضية استخدام المنابر والطريط الرأي والتفكير ومقارعة الحجة بالحجة هي مسألة سيتم إقصاءهم خلالها من الدور الأول طيب خليني لسه أنا عايزة أتكلم شوي في النقطة دي يعني طبعا الحضرتك بتقوله ده يعني ما قاله القارة داوي مثلا عن حد الردة أو أنه الحديث بتاع من بدل دينه فاقتلوه وعندك مجموعة أخرى من المناورة المسلمين اللي بيحاولوا يعملوا عملية تنوير ويقولك لا ما فيش حد ردة أو أنه لكم دينكم وليا دين مثلا الكلام دا كله التقابل في الأمر دا إسلاميا وموضوعيا بالنسبة لنا احنا يعني أنت شخص لا ديني أنا امرأة مسيحية من خلفية إسلامية إحنا الاتنين مهدر دمنا في أي مكان في العالم على فكرة لأنه القاتل باسم الإسلام لا مش لازم يكون بيقتل حسب الشرع في بلده أو القانون في بلده لا هو بيقتل بفكره صح فهذا التقابل إزاي بتواجهوه وإزاي بتشوفه إسلاميا واجتماعيا هذا التقابل بالنسبة للقضايا قضية للأشخاص الذين يتحدثون عن فكرة أنه لا يوجد حد ردة في الإسلام يعني هي محاولات متأخرة جدا وجاءت متأخرة جدا لمحاولة إنقاذ ما يمكن إنقاذه لكن هؤلاء أنفسهم لم أجد شخصيا لم أقابل أي أحد منهم يمكن الحروب التي قادها أبو بكر ضد المرتدين مع أن أبو بكر قاد نوعين من الحروب حروب الزكاة وحروب الردة لا ينكرون هذه الحروب نهايا لكن يقولون بأن بالقرآن لا يوجد هي محاولات أخيرة وهرت منذ سنوات قليلة فيما يسمى بالقرآنيين تنكر أو تحاول أن تصلح ما يمكن إصلاحه من هذا الدين خصوصا في قضايا الأحاديث وضائرها لأنها تحمل مسائل كاربية جدا لكن القضية هي قضية جاءت متأخرة وجاءت في النفس الأخير لأن نحن لا يمكننا أن نصدق أن هذا الدين ظهر ولم يجد من يطبقه حتى القرن حتى القرن الواحد والعشرين جاء القرآنيين ليغهروا لنا هذا الدين الدين الذي لم يستطع أن يقدم فكرته الحقيقية الواضحة إلى الناس طيلة ألف وأربعمائة سنة يعني أنه فيها شيء حتى لو كان ضد لو كان ضد حد الرد لو كان معه ومعه هذه المسألة بقينا بقي العالم وعني منها مدة ألف أربعمائة سنة يعني فكرة كانت وطرح الذي جاء به هذا الدين كان طرحا فاشلا لأنه لم يستطع أن نقدم أي حل طيلة ألف أربعمائة سنة جاء هؤلاء في نهاية في بداية القرن الواحد والعشرين وبدأوا يظهرون لأنقاذ ما يمكن إنقاذه لكن أعتقد أن الإسلام نفسه أو نصوص الدين نفسها حتى في القرآن من داخل القرآن نفسه أقوى منهم أقوى من ما يحاول الإصلاح هذا الفكر لا يحتمل نهائيا الإصلاح لأنه يعني فاسد من الأساس وإذا كان الأساس فاسد فمهما طليت البيت ومهما لونته من الألوان ومهما زخرته فهو منهار منهار لا محال حتى إذا أزحت محمد بن الصورة والسنة بالكامل فعندك مشكلة في الآيات القرآنية التي تحرد على الكراهية واتفضل صحيح وسبعتم في بعض الأحيان بعض المقابلاتهم يقولون بأن هذه الآيات إنها مجرد مسائل تاريخية لا تخرج من السياقة لكن هذا الطرح سيوات ستواجه أن هذه الآيات جاءت في نفس السياق آيات العبادات جاءت في نفس السياق الآيات الأخرى التي الفردية المتعلقة بالعبادات الفردية وحين نتحدث عن سياقها التاريخي فإن السياق التاريخي سيكون شامل لكل تلك الصور التي يتحدثون عنها وبالتالي حينها ينتهي الإسلام نهاية تصبح مجرد فكرة أن كان هناك شيء اسمه الإسلام نتهاية نحن اليوم في القرن الواحد والعشرين ومحاولات إصلاح الإسلام مازالت فاشلة بكل معنى الكلمة لأنه المتغلغل في عقول للناس هو أنك لا تستطيع أن تفكر لنفسك وأنك يجب أن تسمع وتطيع وتتبع وكذا لو قارننا ده باللي حصل في العصور الوسطى في مرحلة الإصلاح في الكنيسة وبداية عصر التنوير في المسيحية الحقيقة أنه التقابل هنا فيه تشابه لأنه فيه تشابه لأنه رجال الدين والكنيسة كان عندهم مشكلة في السيطرة على عقول أو حياة الناس عموما ودي كانت مشكلة كبيرة لكن أنا بجد فرق مهم جدا في الحالتين أنه القرآن في عيد الجميع مش كده وهو محفوظ في صدور المؤمنين وهو ما يصلي به المؤمن ولكن في الوقت كان من المعروف أنه الكتاب المقدس ما كانش في عيدي الجميع كان في عيدي الساسة والسلطة والكنيسة وكان تعليم محدود جدا لأساسيات الكتاب المقدس فالناس ده ما كانش العامة لم يكن ده متاح بالنسبة لهم ومعرفة الحرية المعطاة من الله للإنسان في الفكر المسيحي يعني ظهرت بعد كده بكتير في تغيير سيطرت الكنيسة على الدين يعني فيه فرق كبير لأنه النهار ده احنا اللي بنعاني منه هي الآيات القرآنية والفكر الإسلامي وسيطرته على الإنسان صحيح تماما أنا أعتقد ويقول دايما أنه في مراحل القرون الوسطى حدثت بعض تجارب وبعض المطال التي ظهرت خصوصا في أوروبا المنادية بالإصلاح والمنادية بالعودة إلى تعاليم المسيح وغيرها من الأمور والضريب في الأمر أنه في نفس هذه الفترة تقريبا من خلال الفترة الزمنية تقريبا كان الإسلام أيضا منحرف في رأيه وظهرت حركة إصلاح وأنا أعتقد أن الحركة الإصلاح الوحيدة التي ظهرت في تاريخ الإسلام وكلا وكلا الحركتين في أوروبا وفي شبه الجزيرة العربية نادت بالعودة إلى تعاليم تعاليم مصدر تعاليم المسيح هنا وتعاليم تعاليم محمد هناك والنتيجة كانت أن بدأوا في أوروبا ما لله لله وما لقيصر لقيصر بدأت يعني استحضار آيات استحضار للمسائل من داخل الكتاب المقدس التي بعد نقاش وحوار لم يأتي المسألة لم تأتي المسألة بعد يومين أو يومين لكن مع مرور الوقت أنتجت لنا أوروبا بشكلها الحالي بالضبط فصل الدين عن الدولة وأهتمام الإنسان بتغيير نفسه والتوعية أما ما حصل في تماما وما حصل في الجزيرة العربية وهي حركة إصلاحية أيضا طالبت بالعودة إلى المصدر طالبت بالعودة إلى التعاليم الأصلي ومع مرور الوقت ونجحت هذه نجحت هذه هذه الحركة أيضا الحركتين كلا هم فلتها هم نجحت نجحت هذه الحركة فأنتجت لنا الوهابية وكانت الوهابية هي يعني نتاج لهذا الإصلاح لكنه إصلاح أولي يعني بذرة الشجرة لم تقضي في مرها بعد ظلت هذه الشجرة تسقى وظل الإصلاح مستمرا حتى أين عث الشجرة وأعطت ذي مرها والتي تمثلت في تنظيم القاعدة وداعش طيب أنا هقول تعليق تأخير في موضوع التنوير ده في المقال الشهير لإيمانيويل كونت اللي بيتكلم فيه عن ما هو التنوير حاولكم جملة منه بيقول كده أنه يعني تحرر فرد من الوصاية اللي حطها على نفسه هو ده التنوير الوصاية تجد أنه الوصاية من أساسيات السيطرة الإسلامية ومش لأنه بيتعامل بالإنسان وضع على نفسه قبل أن توضع عليه هذه الوصاية أنت عندك اختيار النهاردة أن لا توضع عليك وصاية في حرية الفكر والاختيار ودي دعوة لأن ده ربنا يغيره فيك لأنه مش لأنك قاسر عن الاختيار ولكن لإنعدام الشجاعة والإقدام ولوجود الخوف في حياتك وكل ده ربنا مش عايزه في حياتك والإنسانية مش عايزك تعيش خايف قاسر يعني محدود بهذه الأفكار اللي مش بتأثر عليك لوحدك ولكن أيضا بتأثر على مجتمعك بالكامل أنا هحط المقال بتاع ما هو التنوير على صفحتنا على المرأة المسلمة النهاردة عشان يكون عندكم فرصة تشوفوا التقابل في فكر التنوير والفكر الظلامي الموجود في مجتمعنا الآن في الفكر الإسلامي طيب يعني كل نقطة هتكلمنا فيها حضرتك أستاذ الشيخ النهاردة هتكون مرتبطة تماما بفهم الإنسان لفكرة التنوير إيه تاني من الأهداف المهمة في منظمتكم من الأهداف المهمة في المنظمة هي حربة العبودية داخل البلدان الإسلامية وهي المسألة التي لا تسال تشكل الآن عار على قيمنا وعار على إسانيتنا وبخاصة في أماكن مثل الموريتانيا واليمن هذه أماكن هي الأكثر تضررة من العبودية الموجودة في أماكن بالتالي هذه النقطة هي واحدة لنقاط الأساسية بالنسبة لنا أنا بس حبة أننا نضع على الشاشة الصورة هي بيع وشراء إنسان وبنته لو نقدر المخرج يحط لنا الصورة الحقيقة الصورة مش واضحة قوي في الكلام لكن هي بتقول اشترى محمد كذا كذا فلان وبنته أنا مش عارف الحقيقة هو كان الاسم الرجل ولا ست لكن إنسان وبنته نعم اسم المرأة الامرأة اسم الامرأة بمبلغ 50 ايه مش شايفة 50 ألف أوقية يعني ايه 50 ألف أوقية 50 ألف أوقية هي العملة عملة موريتانيا عملة الموريتانيا اسم الأوقية و50 ألف يعني يعني تقريبا حدود حدود تقريبا ممكن نقول 120 أورو واو يعني إنسان إنسانة إنسانتين إنسانتين ب120 يورو وده مازال بيحدث فعلا ده عائد حقيقي البيع وشراء هذا عائد حقيقي البيع وشراء يعني ما زالت تحدث وهذه 120 يورو بعض الفيديوهات التي صدرت عن داعش بقضية سوقني خاصة التي نظمت داعش بالرقة يعني الضريب عادي أني شاهدت نفس المبلغ يعني المبالغ متقاربة لا أعرف يعني وكأن ما يحدث في موريتانيا هو نفسه داعش مسألة يعني من مشكات واحدة كما يقولون في وهذه النقطة المهمة هو مش السعر وهذه النقطة المهمة عندما يعود الإسلام تعود العبودية والرجعية واستغلال الإنسان وإن لتقيمة الإنسان اللي هو الإنسان اللي خلق من على شبه الله ومثاله دي نقطة هامة جدا في هل في مسألة العبودية بالذات هل عندكم مساعي لتحرير بعض هؤلاء أم تغيير القوانين أو إيه الخطوات اللي بتخدوها في هذا؟ في هذا الإطار لدينا عدة خطوات الخطوة من بين هذه الخطوات هي يعني تغيير القوانين الضلط من خلال القنوات الدولية وضلط من خلال المجتمع الدولي من أجل تغيير هذه القوانين ولا نسعى من خلال تغيير هذه القوانين إلى تكون هناك قوانين تساوي بين الإنسان والإنسان يعني بعبارة عن حبر على ورق نريد الوصول إلى آلية من أجل تطبيق هذه القوانين بعد تغييرها وليس تغييرها شكليا فقط الحالة الثانية هي محاولة تحرير العبيد في الداخل داخل الموريتاني أو الداخل اليمني بشكل عام ومحاولة توعية هذه المجتمعات القادمة من خلفيات من خلفيات الاستعبادية محاولة توعيتها بقدر الإمكان محاولة نشر ثقافة التعليم وثقافة التنويض وثقافة الحرية الفردية وثقافة التفكير وثقافة الاختيار داخل هذه المجتمعات لكن الأساس التي نطلق منها هي الضلق من خلال المؤسس ومنظمات المجتمع الدولي والضلق من خلال البرلمانات الواردية سواء كانت أوروطية أو أمريكية على هذه الدول أساسا من أجل تضيير حقيقي تضيير حقيقي يتبعوا عمليات يعني ملموسة من أجل تحرير هؤلاء العبيد ومنحهم حقهم الجديد في الحياة وسماح لهم بالولوج إلى التعليم والولوج إلى سوق العمل في يعيشوا مواطنين حقيقيا نعم والحقيقة أنه كشف هذه المسألة أمام العالم كله مهم جدا لأنه كتير من الناس ما يعرفش أن ده واقع حياة الكثيرين في اليمن وموريتانيا ويمكن السعودية كان في فترة طويلة فيها ده يعني أو بنوع من أو بشكل من الأشكال يعني على الأقل طيب فيما يخص يعني المرأة إيه دوركم في العمل في مجال المرأة مجال المرأة هو المجال تقريبا ممكن مساواة من حيث من حيث التركيز عليه بالعبودية لأننا نعتقد أن وضع المرأة في مجتمعات الشمال الأفريقية والشرق الأوسط لا يقل عن الاستعباد في أي شيء لأنها تعامل كعبد بشكل عام خصوصا الدول التي تطبق قوانين المنبذقة من الشريعة الإسلامية مثل السعودية مثل الموريتانيا اليمن وغيرها من الدول هناك ربما تكون الحدة أقل لبعض دول مثل تونس لكن بشكل عام القول بأن المرأة تعامل كعبد بشكل عام لدينا دائرة ناسوية وهي الدائرة الأكبر داخل المنظمة بشكل عام نحاول من خلال هذه الدائرة وضع مشاريع سيتم تنفيذها قريبا بينها مشاريع تكوين نساء من كافة الدول العربية وتوعيتهن على حقوقهن والدعمهن من خلال خلق مشاريع خاصة بهن والعودة إلى بلدانهن من أجل تنفيذ مشاريعهن النسوية ومشاريعهن الحقوقية داخل هذه الدائرة هل تختلف مشاكل المرأة في موريتانيا عن مشاكل المرأة العربية مثلا في اليمن السعودية مصر خليج أو أكثر النقط اللي بتختلف فيها على الأقل بشكل عام المشاكل بعضها بعضها من بعض لكن ربما تتميز المشاكل المرأة المرأة الموريتانية بحضور قضية العبودية بشكل كبير جدا داخل وساط النساء نظرا لأن هون يستخدم كميلك يمين وقضية التعليم لأن نسبة الأمية داخل في القطاع في شريحة النساء تصل إلى مستويات لا تصدق بحسب إحصائيات بعض الإحصائيات التي تقوم بها اليونيسيف تصل إلى 70% في بعض الأحيان هل تعتقد أنه النسبة العبيد في موريتانيا النسبة الأكبر هي النساء النسبة الأكبر من العبيد هي النساء طبعا هذا طلعت على بعض الإحصائيات المنطقة تؤكد أن النسبة الأكبر هي النساء داخل الشريحة العبيد وهنا أحنا أتحدث لكم عن 70% نحن لا نتحدث عن الجهل يعني الجهل قد صاحبه قراءة وكتاب ومعرفة نحن نتحدث عن الأممية الأبجدية هذه النسبة التي نتحدث عنها يعني بالفعل لا يقرأ ولا يكتب بالمر لا يقرأ ولا يكتب بالمر يعني ما حين نتحدث عن الجهل بالشكل العام بأن الرقم سيكون أكثر بشاعة نعم حضرتك قلت أنه طبعا خلينا نتكلم في مسألة ارتباط ده بفكرة التعليم وسيطارة رجال الدين على التعليم ودي عموما يعني الحقيقة من ما أعتقدش أنها تكون في موريتانيا بس لكن أعتقد أنها فكرة عامة في العالم العربي بصورة من الصور دائما وفي مرحلة من مراحل كل بلد عربي أو شرقي عموما يعني هتلاقي أنه تدخل الدين والسيطرة على المناهج التعليمية أو التعليم عموما أو فكرة التعليم عموما إذا كان بين الرجل والبنت والولد هتلاقي أنه فيه تشابه لكن حضرتك قلتلي أنه في موريتانيا فيه جمع واحدة فقط صح طب مالكة جامعة يعني مع أنه عددكم أربع مليون إنسان عددت أربع مليون تقريبا وجامعة واحدة طيب هل ده يعني بالنسبة للفقر مثلا ما فيش ما فيش يقدروا يعملوا جامعات أخرى ولا لعدم اهتمام المنظومة السياسية والدينية بتسقيف الناس لأنه ممكن يحصل مشكلة وده دايما العالم الإسلامي الإسلام ينمو في الجهل دائما صح القضية ليست قضية فقر دولة بمعنى فقر دولة وعدم وجود موارد طبيعية للدولة الدولة غانية بمواردها الطبيعية من ذهب الحديد نحاس طروة زمكية يعني بلد غاني بموارده لكن لا توجد إرادة حقيقية من أجل من أجل خلق جو يسمح بالتعليم فتح جامعات معاهد مؤسسات تعليمية مؤسسات بحث مؤسسات ألمية لا توجد هذه الإرادة الأسباب في ذلك عدة وهنا احنا تحدث عن السبب الأساسي يظل دائما وجود عامل الدين أو عامل الحفاظ على هذه حالة الدين الموجودة داخل البلاد هو عامل مهم وأساسي يعني كما قلتم الأفكار الظلامية لا تنمو إلا في بيئة جاهلة وفقرة بمجرد أن تتحول البيئة إلى بيئة متعلمة بمجرد أن يتحول الناس إلى أحرار في تفكيرهم أحرار في عقولهم يستقون الأفكار من أنفسهم القضية ستحدث ثورة صامتة بين عشية وضوحها سينقلب الأمر رأسا على عقب ولأن الدولة ولأن النظام والمنظومة الدينية داخل البلد تعي هذا جيدا فإنها لا تستدمر في التعليم نهائيا وهناك مؤسسات الدينية التعليمية الدينية وهي ما يسمى عندنا المحاضط تقابله على ما أعتقد الكتاتيب في بعض البلدان العربية الأخرى يتم ضخ أموال هائلة جدا داخل هذه المحاضر الكتاتيب وهذا على حساب الجامعة على حساب المعاهد على حساب خلق مؤسسات بحث مؤسسات تعليمية ويتم ضخ أموال كبيرة جدا والطيف الفضال بالأحيان يبدأ تعليمه ويقضي فترة طويلة داخل هذه الكتاتيب أو المحاضر ومنها يخرج إنسان دماغ وموصول تماما وعايش في ظلام دامس ويطمئن هو نفسيا تجدين بعض الأشخاص يطمئنون بحالة الظلامية التي يعيشون بها لأنهم تربوا عليها من الصور وهذه مسألة تخدم المنظومة الدينية داخل البلاد يظل هناك مجتمع قطيع يسوقونه كيف ما شاء وكيف ما أراد الحقيقة اللي حضرتك قلته ده مرعب جدا بالنسبة لي لأنه العالم كله يعني اتجه اتجاه المدارس العامة والثقافة والجامعات والمواد العلمية المختلفة لتسقيف وبناء الإنسان لمستقبل أفضل وأوسع وأعظم وهناك من يضخ الأموال في الكتاتيب اللي احنا عارفين أنها سيئة السمعة جدا مضرة للأطفال جدا ليس لأنها تحفظ القرآن فقط ولكن لأنها تحفظ الفكرة هي الحفظ بلا فهم ولا ثقافة ولأنها معروف عنها القسوة الشديدة على الأطفال في السن صغير فيعني بتقتل أمور كتيرة جواهم حتى عندما انتقلت هذه الكتاتيب أو المدارس إلى الغرب شوفنا في إنجلترا أما في الجوامع بيعملوا مدارس تحفيز القرآن زي هذا الكتاتيب في إنجلترا وفي فرنسا وفي أمريكا لما بنشوف بيعملوا الأطفال بنفس يعني معاملة الكتاب بتاع القرية اللي راح عليه الزمن يعني من 200-300 سنة يعني شيء مرعب جدا إنه يكون ده هو المصدر للثقافة تماما نعم طيب خليني أرجع لفكرة مكانة المرأة عموما حضرتك قلت لي إنكم بتدفعوا عن قضايا المرأة من نواحي متعددة مثلا تغيير القوانين من ناحية العمل المجالات اللي تستطيع المرأة إنها تنمو فيها في العمل من ناحية المواضيع اللي لا يتحدث عنها البعض زي الاغتصاب وزواج القاسرات والكلام ده كله ودي من المعالم الواضحة للعالم الإسلامي يعني ياريت تكلمني في الحتة دي وتقولي زي إيه الأدوات اللي أنتو بتستخدموها للوصول للناس دي النقاط اللي نسعى لتغييرها بالأساس لما قلت هي قضية قوانين المتعلقة بالاغتصاب المتعلقة بعدم ولوج المرأة لسوق العمل وعدم تمكين المرأة اقتصاديا إضافة إلى هذا كله هناك مسألة مدونة الأحوال الشخصية هذه مسألة أساسية جدا بالنسبة لنا ومهمة لأنها مرتبط ارتباط أساسي بالشريعة مرتبط ارتباط أساسي بالشريعة وهذه هي الإشكالية الحقيقية التي تعاني منها المرأة داخل هذه البلاد حيث أن ما يعرف بقوانين القوامة قوانين تعدد الزوجات قانون زواج القصر مسائل يعني ضرب يعني لا يمكن نهائيا بمرأة تحت نظام قانون الأحوال المدونة أحوال شخصية جاقاتية من الشريعة أن تجد حقها لو تعرضت الضرب يعني قبل زوجها نهائيا يعني المسألة مسألة يعني قرآنية ليست نحن هنا نتحدث عن مسألة فقهية واجتهاد مسألة مسألة قرآنية بحثة وبالتالي يكون من الصعب عليها أن تجد حقها في هذا الإطار كيف نعرف المرأة كيف كيف سنسعى مع المرأة وكيف سنسعى في إطار العمل الآخر الموازن كما ذكرت لكم نسعى إلى الوصول إلى المرأة بشكل مباشر ومحاولة أو العمل سنعمل على تكوين نساء من مختلف الدول العربية بشكل دوري ومستمر دائما ودعمهم في مشاريع نسوية مشاريع حقوقية داخل بلدانهم هذا من ناحية لأنهم بدورهم بعد ما تم تكوينهم وتوعيتهم يمكن لهم أنهم يساهموا في توعية أخريات لما كان نحن من الوصول لهم في عماقة تلك البلاد الناحية الثانية هي الناحية للعمل والضوط من خلال المجتمع الدولي وفتح الممارسات التي تتعرض لها المرأة داخل هذه البلاد لأن أضلبية هذه الممارسات تتم في السر وأضلب النساء اللواتي يعانين تحت وطأة هذا جاثوم الشريعة يعني موجودات في أماكن لا يصلها الإعلام لا تصلها للأخبار يعني في أضلبية الدول دائما يكتم التركيز الإعلامي والتركيز الدولي حول العواصم والمدن الكبرى لكن في الأماكن الأخرى المرأة تموت يوميا نحاول الوصول إلى الأعماق سواء إذا كان في اليمن إلى اليمن الأعماق إلى مصر الأعماق إلى غيرها من الأماكن من أجل تكوين نساء في هذه الأماكن ودعمهن من أجل توعية الأخريات والعمل على هذا الإطار لكن في الإطار الآخر نسعى لكل ما كشفناه من هذه الممارسات التي تنبع من الشريعة الإسلامية ومن البعادات التي تربع عليها المجتمع أن نفضحها أمام الرأي العام لنضع الدولة ونضع النظام أمام مسؤوليته في تضيير هذه القوانين وليس في تضيير القوانين حرفية كما قلت بل في حمايتها وتطبيقها أيضا نعم واللي حضرتك قلت هذا كله دور من أدوار برنامج المرأة المسلمة التي نعملها هي كشف المسكوت عنه لكن أيضا يجب أن ننتبه لنقطة أخرى هي أنه مش بس هناك جماعات من الناس ما عندهم شوى وسائل أنهم يوصلوا قصصهم أو سواء كان عن نتيجة أنهم في حالة إقصاء أو أنهم لا يستطيعون المشاركة ولكن هناك أيضا بلاد بالكامل شرائعها الإسلامية تمثل كل هذا الإجحاف حق المرأة فإذا كان في مجال العمل أو في مجال الدراسة أو في العلاقات الأسرية هناك قانون قوانين البلاد لا تسمح بالحرية للمرأة الآن الظاهر على الساحة بشكل واضح جدا مثلا العراق ونسويات العراق اللي طلوا يتكلموا على الأمور المريعة اللي هما يعني عايشين بيقاسوا منها سواء كان يعني من من داخل البيت السيطرة على تصرفاته وكلامهم وما تعمليش حواكبك إلى ما تفتحيش بؤك لما جوزك يضربك لما تغتصبي لما تغتصبي وتتجوزي المغتصب أو تقتلي يعني في قوانين بلاد لا تدافع عن حق المرأة بالمر طيب أنا يعني مش عارفة إذا كان حصل مشكلة في النات لو الأستاذ الشيخ لو سمعني تقدر تقفل وتتصل مرة أخرى أو أنتم ممكن من الستوديو تتصلوا بي طيب يعني الحقيقة أنه دي من الأمور المهم أوي إنها تظهر ليس فقط للمجتمعات اللي ملهاش صوت أوي ولكن للقوانين العامة في معظم الدول الإسلامية أستاذ الشيخ لو ليك تعليق تفضل طبعا على اللي قلته لو كنت سمعتني يعني أنا كان فيه مشكلة شوية في النت هنا حدي لأخير طيب أنا سماعيك أنا سماعيك تفضل قدامنا قد إيه أوكي تفضل أنا قطع عني صوتك شوية يعني ذوان يعني في صوت لكن استعدت طيب خليني أنا عندي سؤالين لك في النهاية هو فضل 8 دقايق الحديث دائما معك ممتع وسريع فأنا عندي سؤالين لك في 8 دقايق دول حابين نوصل السؤال الأول أنا يعني حاب أعرف أنت تكلمت في الأمم المتحدة والخلاصة كان من كلامك والدفاع عن الحريات والناس المسجونين والمتهمين بزراع الأديان يعني اللي ما عندهم شو حرية الاختيار والكلام ده كله وتكلمت عن أشخاص بعينهم والحقيقة أنها كانت نقطة مشرفة جدا ورسالة واضحة جدا يعني هل ده من الأدوار الهامة اللي بتقوم بيها منظمتك اليوم في أنك تتكلم عن الناس اللي مسجونين وإيه اللي بتقدروا تعملوا هذه واحدة من الأدوار بكل تأكيد الأدوار الأساسية والمهمة التي تقوم بها المنظمة وهي الحديث عن الأناس المسجونين الأناس الذين يتعرضون للتهديد سواء لم يدخلوا السجن بعد الأناس الذين المطاردون المتابعون قضائيا سواء كانوا ببلادهم أو خارج بلادهم ونشارك في هذا الإطار في كل الفعاليات الدولية التي تم تنظيمها في هذا المجال وهي مسألة أساسية من قضايانا إلى جانب دعمهم إلى جانب دعمهم بعد قروشهم ومحاولة الوقوف معهم في قضاياهم مستقبلا هذه مسألة أساسية من مسائل المنظمة وتقوم بها وتعمل بشكل جاد وجاهد على خلق يعني متابعة للقضايا الحقوق الإنسان داخل هذه البلاد حتى لا تفوتها قضية وحتى لا تكون هناك مسألة تخرج عن علمها نحاول أن تكون لدينا قاعد بيانات بحالة حقوق الإنسان وحالة سجناء الرأي داخل هذه المنظمة المنطقة الشمال الإبريقيا والشرق الوسط وبالتالي هي جوس أن الصميم عمل داخل المنظمة حديثك ذكرتلي أنه كان في العديد من الناس اللي يحبوا جدا أنهم يشاركوا معنا النهار في موضوع البرنامج لكن لأسباب أمنية خطيرة في حياتهم تهدد أرواحهم لم يستطيعوا يعني صحيح تمام طيب صحيح تمام اتفضل تحدثت مع بعض الأشخاص أدت أشخاص وأن كانوا داخل المنظمة وخارجها للحديث ذات مع القناة لكن نظرا لوجودهم داخل بلدان عربية ووجودهم حتى وفي بعض الموجود خارج هذه البلدان العربية ولكن ممكن يكونوا في مجتمعات العربية أنه يخاف على نفسه أنتم تعرفوا زيدان موجودة مجتمعات عربية أضلية وموجودة في البلدان العربية من حيات الأساس ولكن في بعض الموجود خارج هذه البلدان لكن موجود مازال متحكم فيه من قبل المجتمعات العربية وأنتم تعرفون من حيات الأساس أنه هدفكم من هذه البرامج وهدفكم من هذه القناة هو التنوير وإطلاق إعطاء الحرية في العقل وحرية التفكير وحرية الرأي وحرية المعتقد للجميع وهذه مسألة تقع في صميم صميم يعني ممكن اعتبارها ضربة في مقتل بالنسبة لأصحاب الفكر الظلامي الإسلاموي هذه ضربة في مقتل بالنسبة إليهم وعليه يسعون جاهدين للتخلص من أي شخص وصلته هذه الفترة وصله التنوير يعني وهذا يجعل الناس تخاف جدا وأنا متأكد جدا من أن كم في طاقة من حياة سواء كانوا مقدمين أو قائمين عليها وإدارة أو غيرها تلقوا الكثير من التهديدات الجاد أيضا نعم بالتأكيد ده جزء من اليوم أن نواجه بعض هذه الأمور ولكن الرسالة هي الأهم والله هو الأهم والحرية التي أعطاها لنا الله لا يمكن أن يعني ينزعها مننا أحد أنت قلت لي أنه أحد الأشخاص الهمين الذي تتكلمت معهم كان أيضا شخص اعتنق المسيحية ولكن لا يستطيع أنه يتكلم من داخل بلاده لهذا الأمر أيضا صحيح تماما فيه شخص اعتنق المسيحية ولكن الأسف لا زال يوجد داخل هذه بلاده العربية يعني في داخل دولته تقريبا ولا يستطيع الحديث أطلاقا ولكن نحن نعمل معه في سبيل يصل إلى مكان آمن وعندها تمنى أنه يكون معاكم مال الأرض أنا أشكرك جدا على العمل ده عشان كده مهم أن نعمل سويا السؤال أخير لك احنا تكلمنا كثير عن يعني دور قناة الحياة معك شخصيا أو مع غيرك من الموريتانين قلتني أن هناك مجميع كثيرة من الناس أنت تعرفهم بصورة شخصية يمكن لا يظهروا على المنابر ولكن ليهم ارتباط شخصي بفكرة تقديم الحرية من خلال قناة الحياة يعني العمل اللي احنا بنقوم به هو عمل روحي أساسا لأنه الفكرة الحرية والاختيار فكرة أساسية في الكتاب المقدس ولأنها فرصة لأن الناس تسمع لو تقدر تقول لي لو اعتبرنا أنه قناة الحياة قناة أيضا تنويرية بصورة روحية وبصورة عقلية وفكرية لأنها الأصل فكرة الاختيار لو تقدر تقول لي إيه الأثر اللي انت شايفه لقناة الحياة في العالم الإسلامي أو الغربي أيضا أنا خصوصا بالنسبة للناطقين باللغة العربية سواء كانوا عايشين في شمال إفريقيا أو الشرق الأوسط وعايشين في أوروبا أنا عارف منهم أشخاص كبيرين جدا جدا أثرت فيهم القناة وأثرت فهمهم للدين أصلا والفهم اللي كان عندهم والمسلمات اللي كانت موجودة عندهم اللي يعتبروها كانت جدار ووجدت أن أضلبهم سبب التأثير كان أنه يعني أزيح عنه ضيطاء الجهل بشكل لأنهم كانوا لديهم متى فكرة قدوسية بعض الشخصيات والرموز قدوسية الرسول قدوسية يعني هذه القدوسية وهذا الجدار القدوسية لم يكنوا يستطيعون تجاوزه أو الاقتراب منها لمعرفة ماذا يقع وراءه من خلال هذه القناة ومن خلال المصادر التي تعتمد عليها يعني أنا أشاهد في الكثير من برامشكم أنه ممكن يعني تختصروا على الواحد بعد شهرين أو ثلاثة أو سنة في داخل المكتبات يعني في بعض البرامج يكون عبارة عن عصارة كل الكتب دفعة واحدة يمكن الشخص أنه يأخذ عنها نبل ويشوف شو حاصل شو الحقيقة يشوف شو هي الكوارث اللي تنطوي عليها هذه الكتب واللي هو ما يعرف ها إزاحة هذا الضطاء الجهل مكن الكثيرين منهم يستخدم عقولهم بحرية وأنا أعرف الكثيرين اللي خرشوا من الدين والكثيرين اللي على الأبواب أولا أنا أشكرك جدا كنت من فترة قليلة بتكلم مع أحد الأشخاص عن الحرية الدينية وبقول أنه في مصر في ملايين من العابرين النهاردة موجودين مش قدرين يعيشوا حريتهم بتكلم عن مصر بالتحديد لكن في العالم كله الآن هناك بالفعل ملايين من الناس اللي خرجوا عن الإسلام والآن بيعيشوا حرية معرفة الله أو من الممكن أنهم يكونوا لدينين لكن أنا بتكلم عن اللي عارفين معرفة عايشين معرفة الله أولا أنا عايز أشكرك يعني حضرتك بصفة شخصية أشكرك لأنه أنت شخص تقف لعمل مهم ومن الأشخاص النادرين ويعني حتى الكتاب المقدس بيتكلم عن أنه اللي حيعرفوا الحقيقة حيكونوا نادرين ويكونوا نخبة بسيطة فأنا سعيدة أنك تكون من هذه النخبة وأنه يبقى صوتك لمعرفة الحق وأنا مضطرة أن أنا أقفل فبشكرك وبشكر المشاهدين وإلى اللقاء في حلقة جديدة وإلى اللقاء